أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا 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 الله ونعوذ بالله تعالى من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا حسهد أن لا إله إلا الله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وعظِّم وكرِّم على سيدنا محمد عليه وعلى آئه لكلٍ وصحبه لكلٍ أجمعين أما بعد قال الله عز وجل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذا أمر من الله سبحانه وتعالى أن يكون المسلم مع الصادقين أن يكون معه في القلب وفي القول وفي العمل أن يكون صادقاً في جواره أن يكون صادقاً في قلبه أن يكون صادقاً في صلاة أن يكون صادقاً في توحيد أن يكون صادقاً في عقيدته أن يكون صادقاً في سيابه إنك عبد أمام الملك العظيم الذي يعلم السر وأخفى لا تخفى عليه خافياً هو الذي أوجدك من العدم لم تكن شيئاً مذكوراً ثم أوجدك ثم رباك ليعبه العظيم ثم أنعم عليك بالإسلام ثم أمرك وللاك أن تكون مع الصادقين إن الله سبحانه وتعالى وصف كلامه بالصدر قال ومن أحسن من الله فينا ومن أصدق من الله فينا ومن أصدق من الله حديثاً ووصف كتابه بالصدر كتاب أنزلناه مبارك كتاب أنزلناه مبارك ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالصدر ووصف أولياءه وأنبياءه بالصدر حيث قال سبحانه وتعالى وجاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وصف الله سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون الصادق هو الذي يقول في صفوف المتقين الفرق بين الصادق والكاذب كما بين السماء والرد عندما يقول العبد لا إله إلا الله فإنك أعلمت الولاد وأنك عاهدت الله أنك لا تعبد إلا الله ولا تتوكل إن تتوكل إلا على الله ولا تسأل إلا الله ولا تبعو إلا الله ولا أطلق كشف الضبق إلا من الله أمن يجيب الضبق إذا دعاه ويجرح السود إذا قلت لا إله إلا الله لا بد أن تكون صادقا علامة الصدق ما هي الاتباع أن تكون صادقا مع أهلك وزوجك أن تكون صادقا في مجتمعك أن تكون صادقا بينك وبين نفسك وأعظم الصدق الصدق مع الله هذا أعظم الصدق إذا كنت صادقا ألي ربك صدق إيمانك ألي ربك صدق إيمانك إن الله خلق الجنة وأعد لها أهله وخلق النار وأعد لها أهله فالصادق والصادقون هم الذين لهم الفوز يوم القيام الذين لهم المقامات العلية والعيشة الرضية والسعادة الأبدية حيث قال سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد الصدق عند مديد المقتدر الصدق يترتب عليه قبول الأعمال قبول الأعمال الصدق يترتب عليه إذا كان العمل مقبولا عند الله سبحانه وتعالى إياك أن تفرط بذلك إنك ستقف أمام الجباح يعلم السر وأغفر كن صادقا كن صادقا في نفسك وفي صلاتك كن صادقا في زكاتك وعطارك كن صادقا في الصلاة وفي القيام وفي قراءة القرآن عند ذلك تكون أهلا لأن تكون من أصحاب هذه المقامات قال الله عز وجل يوم ينفع الصادقون صدق هذا يوم هذا يوم ينفع الصادقون صدق ما فيه لهم بسبب سفتهم مع الضار بسبب سفتهم مع الآخرين لأن الصادق لا بد أن يهديه الصدق إلى البر والبر إلى ماذا يهديه إلى الجنة هذا يوم قال الله هذا يوم ينفع الصادقون صدق لهم جننات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها هذه هي السعادة بسبب ماذا؟ بسبب صدقهم مع الله عندما تقف يوم القيامة أمام الله لا ينفعك إلا هذا الصدق لا ينفعك إلا هذا لأن من كان صادقاً في نفسه سيترجم هذا الصدق إلى عمل وإلى إخلاص وإلى إنابة وإلى دعاء وإلى ذكر وإلى 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 أما إذا كان كاذباً سيكون منافقاً سيراء الناس سيتصدق ريال سيصلي دفاقاً سيكذب على الناس والله أعلم بها لهم جنات تجري من تحتها الأنهار رضي الله عنه ورطوا عنه رضي الله عنه بسبب صدق بسبب هذا الصدق وهو من العملات النادرة في هذا الزمان الصدق والعيق عمل نادرة وهو من العملات النادرة في هذا الزمان وهو قدير بل هو أقل القدير في هذا الزمان إلا من رأي الله لأن هذا الصدق يترتب عليه سعادة يترتب عليه إعادة من الله يترتب عليه لطف يترتب عليه عضار وسط من الله سبحانه وتعالى على هذا الصادق إذا زلت القدم يوماً ستره الله لأن هذا الصدق إذا وضع العمل في معسية ما هذا الصدق سيرجعه إلى طاعة الله سيرجعه إلى الاستغفار سيرجعه إلى الدوبة سيرجعه إلى الإخلاص ولذلك العلماء تكلموا إذا وقف الرجل بين يدي الله مخلص ثم شعر أن هناك شيء في الإخلاص قال يستمر فإن الأصل كان صادقاً يستمر لأن الأصل كان فيه صادق ومخلص كان في هذه الصلاة صادقاً في صلاته مخلصاً في صلاته فيستمر وليحامل أن ينزع هذا وليضره إن شاء الله ولذلك قال الله بعد ذلك ذلك الفوز لا يوجد فوز تعظم من هذا الفوز ذلك الفوز العظيم عندما يقول الله سبحانه وتعالى تعظم من هذا الفوز سأنتقل معكم إلى شيء آخر حتى تعلمكم كم هذا الفوز عظيم إن الله سبحانه وتعالى العظيم ما السماوات والقرض في يد الرحمن إلا كحبة خردة عظمة الله لا منتهى لها عظمة الله لا منتهى لها فإذا قال هذا العظيم وهذا الكريم الذي كرمه لا ينتهي على عباده وعظمته عظيمة جداً إذا قال ذلك معظماً هذا الفوز بربك كيف يكون هذا الفوز يوم القيامة لو قال لك ملك من ملوك الأرض سأعطيك اليوم هدية عظيمة تغفاياً أنت بتخيل أن الهدية لا يستطيع أن يبشر أن يضيك اليوم لا يستطيع لأنه ملك لأنه غني في هذه الأرض عندما قال الله ذلك ذلك الفوز اعلم أنه فوز عظيمة ولكن الصدق عزيز عليك أن تبادل وتستعمل فأنت في حرب بينك وبين نفسك وبين شيطانك لا تدرأ الصدق يعني شيء حساب إذا كنت متيكناً وإذا كنت متيكناً أنك هناك موت وإذا كنت متيكناً أن هناك بعث وإذا كنت متيكناً أنك ستقف أمام الله وأنت مقصراً وأنت سارقاً وأنت كاذباً وأنت منافقاً ودفعاً وتستغيب وتيشتب وإلى ما هناك بالله عليك هذا دليل الصدق هذا دليل الصدق أم دليل الكذب بالله عليك أنت على يقين أنك ستقف أمام الله هذه اللطة يجب أن تترسك في الأزهاد قال الله عز وجل ولذلك سأنتقل إلى هزل النقطة قال الله ويل للمطففين الذين يزكتانوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يفسرون إذا كذا الإنسان كيفاً كم يفسر إذا كان يزال كيلو خضرة أو فوق أو شيء كم سيئر يفسر عشرين كرام إذا زال لك الطم هل يمكن أن يفسر خمسين كيلو القضية ليست هنا ما زق الله عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوسون القضية أنه لا يؤمن أنه سيقف بين يدي الله القضية أنه لا يظن أنه سيحاسب أصدر وإن كما هو يعتقد لكن الأفعاد تجرب أنه الإيمان في القلب وحده لا يكفي الإيمان موقع في القلب وصدقه العمل لا إله إلا الله لها أثنان كالمفتاح لا تفتح إلا بأثنانها لا إله إلا الله إلا بأركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله وأنت كاذب وسارق لا بد أن تقيم شعائع الإسلام في نفسك وإذا نظر إليك أحب أن تذكر بالله أنت مستقيم أنت صادق هذا الصدق الذي في القلب لا بد أن يظهر على الجواد لا بد أن يظهر على الجواد اللهم اجعلنا من الصادقين اللهم اجعلنا من البالدين إليك أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكن فاستغفره فيفرزم ستغفره فيفرزم إن الحمد لله نحبه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرورنا في السنة ومن السيئات الأعمالنا من يدير الله فهو المهدد ومن يضلل فأنتجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحكم وإليه ترجع إن الله وملائكة المصدرون على الكبيت يا آلية الذين آمنوا صدوا عليه وسلم تسليما اللهم اصد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صدق على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حبيب مجيد اللهم أرنا الحق حق ورزنا إبتباعه وأرنا الباقل باقل المنشورة من تشتنامه اللهم اضعمنا الصادقين اللهم اضعمنا الصادقين من التائبين من الخاشعين من العامين أو العالمين اللهم أعزك الإسلام والمسلمين وأذر الشك والمشاكين وصل الله على سيدنا محمد وحفظ جدا وعطي العالمين شكرا